السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبايا عزائي تحياتي محبي ومتابعة عادل فتحي في كل مكان أو أعطوص اللايك النهاردة بنتكلم طلب مني كثيرا هل الأغاني زمان؟ ليه إحنا ما نعملش الأغاني ونرتقي وإنتوا شايفين هني الشاكر لوحده هو اللي بيحارب في الأغاني الهابطة وأغاني المهرجانات هل يا عادل؟ أنا معصرتش طبعا الأغاني دي بس طبعا سمحتها سمحتها لإن أنا حتى من جيل السبعيناء سمحتها بس بتبقى كانت على تسجيلات يعني مسجلات ما كانش يامها طالع بس يامها وجودة كلها دلوقتي على يوتيوب هل زمان ما كانش فيه أغاني؟ ياه ده إحنا اللي بنسمعون النهاردة ده ما يجيش أي حاجة وهنتكلم بكل التفاصيل ومي وفطاح للغناء العربي أم كلسوم وعبد الوهاب والست رتيبة أحمد والست مونيرة كل دول غنوا بس لكل واحد يقول لك إيه أغاني الزمن وسيد درويش سيد درويش اللي عمل النشيد الوطني بلادي بلادي لك حب وفؤادي كان ليه أغنية صعبة أغنية الكوكاين أنا ما قدرش أقول منها جملة واحدة يعني ده كان موجود وده كان موجود يا جماحة الخيل الست مونيرة مثلاً عملت أرخي السطارة اللي ورانا اللي جرانا يشوفونا يعني حاجة زي كده حاجة صعبة أوه أوه غنت برضه أغنية بعد العشة يحلى الصهر والفرفشة ما هو زمان بقى ما كانش لعندهم نت ولا أي حاجة ولا كلام من ده معلش أنا أقول دي مقاطع لأغاني بسيطة اتغنت طبعاً في التلاتينات والأربعينات والخمسينات الست نعيمة المصرية أغنية صعبة جداً جداً بالليها بتقول له تعالى يا شاطر نروح الأناطر يعني وما قدرش أكمل بقى بعدها الأناطر طبعاً اللي هو الأناطر الخيرية يعني كان محمد علي عاملها علشان نعيمة الصغيرة كانت تغنيه له تعالى يا شاطر نروح الأناطر لا كانت أغنية صعبة جداً حتى سيدة الغناء العربي غنت أغنية الخلاعة والدلاعة مذهبي ده مذهبي أغنية صعبة جداً جداً بس هيها تسحبت يعني تم طبعاً سحبها من السوق لأن طبعاً أخطأت فوق خطأ كبيرة جداً وكانت أغنية برضو قبلها وهي صغيرة شوية يعني عند 14 سنة 15 سنة اللي هي أنا لسه بنت صغيرة ما قدرش أروح المندرة حاجات صعبة جداً فمحدش بيتولد يعني زي ما بيقوله ملاك يعني الست رتيبة أحمد أخت فتحية أحمد الست رتيبة غنت إيه الحب الحب دح دح والكر كخو كخ وكلمة دح يعني عشان الولد لما يبقى بصغير بنقوله آه دح دح علشان يقعد ساكت يعني لحد يفكر أنها كلمة يعني إيه غير لقيقة ولكن يتقالت يعني زي عدوية لما غنى كراشمالي قال لي مش عارف إيه وإيه سلامتها محاسة وحاولوا يوقفوا إيه سلامتها محاسة الملئين وملحاسة عادي خالص وحب فوق وحب تحت وعملوا عليه نفس اللي تعمل على أغاني المهرجانات طب هل أنت بتوافع على أغاني المهرجانات لا أنا أنا مش موافق على بعض كلمتها لكن ممكن أعمل عبارة تنقيم أنت عايز أنت عايز تقدم أغنية لما قطع لاش ته صعب جدا أنت عايز تقدم أغنية كويسة آه لازم الأغنية تعدى على الرقابة يعني زي إحنا الفيديو بتاعنا كده ما بيعدي هل يجوز ولا لا فهيقول له مثلا غير الجملة دي الجملة دي تتغير بلاش الجملة دي وهكذا يعني يعني مثلا أنا من عشاق آآ الشاعر العامية الأول اللي ما جابتوش مصر آآ بيرام التونسي أنا بحب طبعا بخد بيومي بس قابله أنا من عشاق بيرام التونسي برغم أن أنا ما حضرتوش إحنا عارفين أن بيرام اللي عرفناه في التاريخ أن بيرام التونسي تم نافيه الملك فؤاد الأول ملك مصر والسودان أبو الملك فاروق نفاه إلى فرنسا واشتغل هناك سنة واثنين وتلاتة وهو كان تونسي بس هو خلاص كان يعتبر مصري يعني نفاه وكان بيشتغل هناك بقى إيه في كل الشغلات اللي هو في الميناء وعتال وشيال إلى أن تم استدعاه والعفو عنه بس اللي عمله بيرام التونسي في القصيدة اللي قالها في حق بنت الملك فؤاد الأول لو أي حد كان عدمه يعني كان عدم بيرام التونسي لأن كانت قصيدة ما تنفحش أنها تتقال خالص خالص زي قصيد أحمد فؤاد نجم اللي كان بيعملها هو بعد كده حنبقى ناخد الفياجومي أحمد فؤاد نجم والشيخ إيمان بس الوحدهم إن شاء الله في إصدار القصيدة كانت بعنوان إيه الأرع العسلي هو كان بيتهم سوري في الكلمة يعني بنت الملك فؤاد الأول اللي هي أخت الملك فاروق مع أحد زباط القصر يعني أو الحماية بتاع الملك وكان بيقول البنت ماشية تتمختر حاجة قد صعب أنا ما قدرش أقولها يعني اللي هي قصيدة الأرع العسلي كلمة الأرع العسلي يعني الملكة نزل الأم يعني كانت إيه بتقرع يعني أو الكلمة اللي أنتوا عارفينها اللي هي كزا يعني الأم يعني سكتة على على عمال بنتها يعني حاجة صعب جدا هذا هو بيرام التونسي اللي ليه على فكرة كافيه عندنا في اسكندرية على البحر أنا بقعد عليه كتير الكافي بتاع عم بيرام التونسي ده حاجة جميلة جدا يعني وبرضو الخيام برضو فيه الخيام وكان منتكر له شو فده موجود لما نيجي النهاردة بقى نيجي نقول حسن شكوش بيعمل عود الباطل ملفف مش هارف ما تغنوا يا جماعة إن كان فيه لفظ يتشال إنه مغنية حلوة يعني ما فيهاش حاجة والله عود الباطل ملفف إيه يعني إيه إيه يعني حقا تم تمشي يعني وبرضو بنت الجرال كان فيها جملة واحدة جملة يعني بيقول أنا لو مش كده أشرب مثلا ما كانت تتشال الجملة ديت والأولاد دولة تشتغلوا وعلشان ده موجود لإن ده رتم موجود برضو الشباب عايز يسمع الحاجات دي لا ده احنا هو أنا هسمعك الأغاني بتاعت الخمسينات والأربعينات والستينات إن المطر بيقعد نص ساعة يغني قدام المسامة هيسمعه مش هيسمعه مش هيسمعه النهاردة بقى الرتم الأغنية سريع سريع لازم يبقى فيه حركة لازم يبقى فيه حركة وفيه سرعة كبيرة جدا في اللحنة أنا مش متخصص لكن فيه ممكن ناس متخصصين يقوله مثلا فيه أغاني زي بتاعت محمد رمضان حزب الله ونعم الوكيل بقى في العمر وبقى في الإمارات وبقى والكلام ده ده حاجة مشكلة وحن نتكلم برضو عليه إن شاء الله في مرة اللي هي مثلا قديك في الجركن تركن دي ما كانش تنزل خالص طب ما بقى تنزل وبتنزل في الفيلم وكل شي يقول له قديك في الجركن تركن ومش عارف قديك في السقف ومحارف كلام يعني ده واضح وإشارات غير لائقة آسف إن أنا بقولها بس أنا علشان وأنا بنقض أكون منصف مع نفسي مثلا أغاني حمو بيك يعني حمو بيك ده أنا وكة نظري غالبان وراجل كان بيشتغل في الصرف الصح يعني كان بيشتغل في الكنيف تعرفوا يعني إيه الكنيف اللي هو الحاجة اللي هي الترنشات يعني كان بينطرها بيخدها بيشتغل هو اللي بينزل وبيعبيها وحتى هو تعبان صحيا فلما ربنا الزهرة عطاله وعمل أغنيت مو صلاح مو صلاح مو صلاح هو لا صوت ولا حاجة الأغنية ضربت فراح عامل أغنية رب لكم ميزنا بميزة مش عارف إيه ضربت وطلع حمه بيك والأردن عايزا والإمارات عايزا والسعودية عايزا وبنحي هنا كل إخواتنا فخلاص يمشي لدمن مطلوب وضع يعني زي الأغنية اللي قالك لا ما فيه صاحب يتصاحب مكانوا بيطلعوا المطاول وأضرب متعدد ما فيه صاحب يتصاحب فاكرين الأغنية دي من سنتين يعني ده موجود وده موجود وما فيش حاجة اسمها أغاني الزمن الجميل ما فيش حاجة اسمها إن هذا الزمن الجميل زمان أيام الست مونيرة المهدية وفتحية أحمد وست رتيبة أحمد وسيد درويش والناس دي ما كانتش بتغلط لا كان كله بيغلط حتى عبد الوهاب يعني موسيقار أجيال وموسيقار الصفوة اللي كان بيغني للملوك ولصفوة القاومة عمل الأغنال اللي أنا أرتلكم عليها سجارة وكاس كل التحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته